النهاردة نأخذ طرنة والقصاص العادل من جماعة الاخوان الارهابية ومن الاخوان القتلة النهاردة وورى حضراتكم الدليل اللي قال لك انتوا اعدمتوهم عشان عملوا ايه ما كانوش سيليين سلاح الارباجيه ده مش سلاح مش كده اللي دخل الارباجيه ضرب الاسم والسلاح الال اللي قدامكم كلاشن كوف انا عايز بس شلول استرابة معلش انا عايز بس السور اهم من الكلام انا ورى بس الناس عشان من يتساءل هم الاخوان عملوا في قسم كرداسة ده اللي عملوا الاخوان في كرداسة ولعوا بس الاسم بس ما عمرش حاجة تانية واخدوا الابطال وكبرهم كبير هذه العصابة ارهابي اسمه عبد الرحيم جبريل اللي يبقوا عليه النهاردة الارهابي ده عبد الرحيم جبريل اللي قال لك 80 سنة 80 سنة ده هو اللي امر انهم يقتلوا الشهداء الارهابي جبريل اللي انتوا بتكلموا عليه النهاردة جبريل ده اللي اخد جابوا رجال الشرطة من جوه الاسم وخدوهم حطوهم في مكان في حفرة جنب مسجد اللي هو كان بيخطف فيه وقلعوهم عراية وامر يقتلوهم ده دور الارهابي عبد الرحيم جبريل اللي بيتكلموا عليه عملوا ايه قال في كرداسة عملوش حاجة في كرداسة يا سيدي عملوا بس اغتالوا شهداءنا وحرقوا زي ما انت حرقوا القسم بمن داخل القسم بعربيات الشرطة بالملوتوف بالارب جيه باللي قال اتلوا الناس اغتالوا الابطال احنا النهاردة ناخد قصاص النهاردة وبكرة وبعده كل يوم ناخد القصاص وقال لك رمضان هو انت تعرف رمضان بتوع جماعة الاخوان يعرفوا حاجة اسمها رمضان شهر كريم هو انتو الاغتيالات اللي عملتوها في رمضان من اول رفح 2012 حتى الشهيدة شامبركات 2015 بالمناسبة ما كل ده كان في شهر رمضان على فكرة هو انتو بتفتكر رمضان لما يتم القصاص منكم تقول رمضان تفتكر انه فيه شهر فضيل هو انتو لما ترتكبوا عمليات ارهابية واغتيالات مش عارف انه ده شهر رمضان هو انت رحمت الناس هو انت رحمت الشعب 2012 لما اغتلتوا 25 من رجالتنا وابطالنا في رفح الاولى وبعدها احداث اخرى كثيرة وصولا للشهيدة شامبركات الشهيد الصائم شامبركات كان في شهر رمضان ايضا هو انت بتبكي هو انت فاكر انه هارده رمضان لما باخد القصاص منك لما اجيب حق اولادنا وحق شهدائنا تقول اعدمهم في رمضان طب وانت ما افتكرتش رمضان ايه وانت بتعمل عملية ارهابية يا مجرم يا اخواني الارهابي يا هيسم بخليل اقولك رمضان وانت وقتها يا هيسم يا مجرم وكل الخوان اللي عاديين بره ومحمد الصغير وقسامة رجدي كل قيدات التنظيم الارهابي بيتباكوا رمضان وانت كنت بتهدف في رمضان اللي كان بيرفز اغتيالات